في لك مقطع أيضاً وربما يصير بعضاً من الجدل أو كثير مقابل سمعونا وغالباً النساء يسجلون مستوى توافقي أعلى من الرجال حتى في الثقافات الأخرى التي فيها مساواة وعدالة جندرية مثل السويد وغيرها النساء توافقيون أكثر وهذا أحد عوامل لماذا فيه فرق في المناصب القيادية لماذا أغلبها رجال لأن المناصب القيادية مثل ما نعرف تتطلب حزم وتتطلب أنك تكون كذا يعني شو سموه يعني أنك تصير عسر زين ولكن بسبب هذا الفرق في التوافقية النساء لا يصلنا كثيراً للمناصب القيادية غالباً أنا أقول في عوامل أخرى أدري زين أيضاً اللي عنده مستوى عالم التوافقية ما يعرف حتى يحل مشاكله مع الآخرين لأنه يصير مسلك كل شيء يمشي كل شيء يتغابر عن كل شيء فالكذا أنا أقول التوافقية العالية لها يعني مساوئها لأنك تكون أيضاً حتى في أرائك مرن جداً لا لديك رأيك حازم هل فتحت على نفسك باباً واسعاً؟ كنت أنت في غيناً عنه يوم أنك تتكلم بمثل هذا الشكل؟ النساء سلبن مناصبهن القيادية لأنهن توافقية؟ جزء حتى عالمياً جزء من موضوع الفروقات الجندرية في المناصب القيادية يعود للسمات الشخصية التي غالباً تأتي بالوراثة مثل ما قلنا وراثياً وجينياً النساء يحققنا درجة أعلى في التوافقية عندما نقول التوافقية ما معنى التوافقية؟ التوافقية هي لين الجانب هي أن تمشي بدون صدام مع الآخرين بدون نزاع مع الآخرين شخصية سليكية بالشعب الفصيح بالشعب الفصيح أنه غير صدامي و هذه سمة شخصية نولد فيها و النساء كذلك؟ يحققون درجات أعلى في هذه السمة بالمناسبة مثل أعتقد دعنا نتوقف عن ذلك حتى لا أقول معلومة مغلوطة نحن عندنا السمات الشخصية الكبرى كل شخص عنده سمات شخصية كبرى و هذه في الثقافات العالمية كلها هل أنت انطوائي أو انبساطي؟ هل أنت شخص انطوائي أو انبساطي؟ هل أنت شخص مجتهد متفاني أو شخص غير مجتهد وتفاني في عملك؟ هل أنت شخص توافقي أو غير توافقي؟ هذه جزء النساء يحققنا درجة عالية في التوافق مما حتى نرى في بيئات العمل وهذا جزء كبير الآن يركزون عليه في برامج التنمية البشرية يحاولون أن يمكنون النساء أن يكون صوتهم داخل المنظمة أكثر حزمة لأن بالدراسات الموجودة في الولايات المتحدة و غيرها النساء لا يطالبن بترقية لما يتساوى الرجل والمرأة في مؤهلاتهم و في السيرة الذاتية و في سنوات الخبرة الرجل يتجرأ أكثر أن يطلب ترقية و يطلب راتبا أعلى و يطلب تحسين ولكن المرأة بحكمها توافقية أعلى لا تميل لهذا النزاع لا تميل لهذا الصدام فبالتالي هذا يحرمها الخطوات أن يكون شخصية توافقية هذا عب؟ شيء سلبي؟ يعتمد في النطاق الاجتماعي شيء جيد أن تكون شخصيا توافقيا يقلل من النزاعات و الصراعات الشخصية توافقية ليست شخصية عصرة في التفاهم و التعامل فتكون لينة الجانب ولكن في بعض المناحي و المضامير مثل المضمار المهني يكون وبالا على صاحبه أن يكون شخصيا توافقيا إلى حد الإفراط هذا يحرمه مثل ما نرى حتى بين الرجال طبعا لكن أنا أقول في المتوسط نسبة درجة النساء أعلى في هذا البعد طيب نحن في السنوات الأخيرة المرأة السعودية على وجه التحديد تحقق حالة من الحضور و الوهج نحن نرى بكل فخر هؤلاء السيدات نزعنا عنهن صفة التوافقية حتى يصلنا إلى هذه المراتب القيادية بالضرورة؟ ليس بالضرورة ولكن جزء كبير منهن لربما أصبحت شخصية حازمة تحلت بالشجاعة تحلت بالتمكين و أخذت رسائل التمكين التي قدمتها لها الحكومة السعودية خادم الحرمين الشرفين و العهد الأمين رؤية عشرين ثلاثين التي من قوامها تمكين المرأة و زيادة حضورها في المشهد الاجتماعي و المشهد المهني هناك من أخذ هذا الخطاب و تبناه و تقوى و تسلح به و خاض المضمار مثل هؤلاء السيدات و أنا أدعو طبعا الجميع بأن فعلا يصبح ذكيا اجتماعيا في ميدان العمل و يفهم نفسه إن كان توافقيا بشكل مفرط أن يخفض من التوافقية و يكون أكثر حزما لا نقول أن يكون عسرا ولا أن يكون شخصا شريرا ولكن أن يأخذ حقه و أن يكون لا يظلم نفسه فقط لأنها شخصية توافقية أنتونا تتحدث في إطار المهارات الفطرية و للمكتسبات يعني نقلنا هذه شخصية توفقية هل هي أمر مكتسب؟ جزء كبير منها وراثي وراثي جزء كبير منها وراثي حتى نوضح لكن لها برامج لها عوامل تستطيع أن تنشئها و تقويها في شخصية طيب هذا جميل